هلا حبابي بيتمنى لكل يكون بخير اليوم راح نعمل توقعات برج التور الحياة المالية وكمان العاطفية والصحية يعني كل شي بيخص برج التور بحبكم حبايبي مرحبا بكم الناس الجدد بالقدامى في قناتي بحبكم حبايبي كتير هلا انبلش القراءة لبرج التور ويعني اللي جديد ما عارف القناتي اشترك واللي يعني اللي بتابعني من الزمان يعمل لايك كمان يعني اللي برج التوري بعطلوها هاي دي القراءة برج التوري اوكي حبايبي راح نخلط الورق كمان تلك الثمان في قومات Move 시작 اوكي اول شي رح اخذ طاقتكم. احوالك. يعني في المال. اوكي حبيبي رح نشوف اول اول شي يعني العاطف. اوكي. اوكي اوكي اوكي. اوكي حبيبي. اوكي. اخذ كلا توضيحات. اول شي رح ناخد طاقت. طاقت برج الطور. عم حس كأنك انت في هالفترة يعني كأنك عم تراقب في شخص ما. عم يعني عم تراقب ومستني. بدك كمان في طاقتك بدك تترك الماضي وراك وتروح. فهمت علي؟ بدك تترك الماضي وتروح. يعني تشوف الامان. كمان ما استني عرض. ممكن عم تستني انت. في طاقتك ممكن انت عم تستني عرض. عرض من. عرض من شي انسان او انت رح تقبل معه. فهمت علي حبيبي؟ فهمت علي حبيبي؟ عم شوفك كمان كأنك انت عم تتحسر على الماضي اللي راح. عم شوف يعني كأ. اوكي وبتحاول توازن امورك. يعني عم. عم تشكي يعني. موش عم تشكي يعني. عم. عم تحاول توازن امورك. فهمت علي؟ عم تحاول توازن امورك. متتتذكلي عن الاشياء اللي مادة الاشياء اللي راحت. اه. هذا كمان بكرت برج العقرب. عم تستني يعني. عم تتحسر على الماضي. وتحاول توازن. توازن امورك. اوكي حبيبي. عم شوف كاميرا عندك كارما ممكن. يعني حسب. عم شوف راح شوف اذا كان كارما سيئة او رحشة. اوكي حبيبي. راح نشوف. اوكي. 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 اوكي اوكي اوكي. بصلاحة ام شوف يعني كأنكم هالكارما يعني عدت عليكم. ونهدم شي شي نهدم يعني شي نهدم في حياتكم. اوكي. وانتو هلأ يعني. بتحتاج او او انكم بتحاولوا ترتاحوا معاداتكم يعني. تجلسوا مع ذاتكم وتحسبوا كل شيء يعني عدة وهلا وشو رح اعمل يعني شو رح احمل من هنا المستقبل يعني هيك فهمتوا علي حبيبي? عمشوف كأنك رح يجيك عرض او انت بدك تقدم عرض لانسان ما يعني بتشوفوا بصراحة الانسان ما بتشوفوا كأنه نصفك الثاني فهمتوا علي? بشوفك يعني بدك ترجع او بدك يعني تقدم عرض وبشوفك كمان يعني بص يعني بشوفك كمان بتراقب شخصنا او انت بتراقب شخصنا اه عمشوفك كل السراعات والجروح اللي كانت ورا دهرك بدك تتركها وتروح بصراحة بشوفك يعني في التقل حالي يعني حامل هموم فوق طاقتك يعني ما بتسك كأنك ملك مرتاح وقلبك مكسور 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 بس رح توضح لك شمس واحتشوف للأمام رح تشوف للأمام وشوف كأنه هالشخص اللي جرحك ممكن يكون برج الجوزاء او انك يعني بتشوف نانا تلع انه نكرت برج الجوزاء حقيا يا حبيبي اااااا اااا يعني عم شوفك انت عقاعدة بتسني وشيلهموم فوق طاقتك رح شوف اااااا احشوف هالالالمور هالالالأقي يعني بالضيقة اااااااا بصراحة عم شوف يعني بصراحة عم شوف يعني نشوف يعني فيه تواصل. فيه تواصل زي كنتم يعني متفارقين. وبنك تواصل. يمكن ان انت غدتواصل ولا هو راح يتواصل معك. وبشوفك في الاخر راح تحقق السعادة مع هالانسان يعني اللي في بالك. نمشو عليه حبادي. راح نشوف للمرتبطين. شو اخبار المرتبطين? بصراحة عم شوف المرتبطين. يعني رغم انك هفتحت على القراءة المرتبطين عح يجيك عرض. بس انت ما بدك يا. انت بس بدك حبيبك يعني. او حبيبتك. عم شوف بصراحة حبيبي عم شوف يعني انتو. ايجاكم عرض للمرتبطين. بس انتو رافضي انه هالعرض. اوكي حبابي فهمتوا علي يعني عم شوف يعني اه بصراحة. اللي في هالعلاقة يعني بتفكروا وتسركوه وتروحو. بس مو من شن علاقة تاني. عم شوفكم انكم انتم تعبانين نفسيا. تعبانين مع هالشخص. ممكن كمان قراءتكم العكسي يا حبيبكم اللي بده يفل ويترك العلاقة. كانتو عليه حبيبي? اوكي. هلأ راح نروح للحياة العمالية. اوكي حبيبي? اوكي حبيبي هلأ راح نشوف الحياة المالية. المال. صحيح حبيبي راح نشوف حبيبي ازال одним اشتركوا في القناة 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 كمان همشوف يعني ممكن عندكم علاقة شريعة بصراحة اخذت ورقة العمل طبع لي كمان ورقة العدل بصراحة همشوفكم رح توصلوا للشيء اللي بدكم يا في العمل ورح تترقوا رح تترقوا يعني المنصب احسن من اللي كنتوا فيه واذا ما كنتوا ما مشتقي يعني ما عندكم بالشغل ما بتشتغلوا رح تبلشوا تبحثوا يعني لما تبحثوا هيك ويمر يعني شوية وقت رح تحصلوا عالشغل اللي انتو بدكم يا رح تحققوا نجاح يعني كل شي رح ينبهر به يعني رح توصلوا بسرعة بسرعة يعني العرش يعني زي ما قولكم يعني رح تجلسوا مولوك يعني رح تجلسوا مولوك ع عرشكم لازم توصلوا للتوازنوا لما تتوازنوا كل هالحكي هاي اللي بقول لكم عني لما تتوازنوا وتنسوا الشي اللي رح ما تترقى يعني ما بتتحصروا وراح توصلوا للشي اللي بدكم يا بهمتوا عليه حبيبي حولوا ما تتحصروا على الشي اللي راح بصوا يعني الامام وراح توصلوا لاي الشي بدكم يا اوكي حبيبي هلا احنا رح للصحة رح مروح للصحة شو اوكي حبيبي اوكي حبيبي صحة كما رح تكون عام لئي في شهر السبعة من الورق يعني هاي ممكن في القراءة بتاعتكم هاي رابع او ثالث ما يعني ثالث مرة نطلع هاي الورقة عم حسكم كأنكم لازم لازم انه هادا الكبت يعني لازم تتصدقوا انجوا عليه حاولوا تتصدقوا حبيبي لانه لما تتصدقوا رح توصلوا لاي شي يعني اي شي بدكم يا فهمتوا عليه حبيبي اخليها على الورقة لانه وقعت موه ما هي مره يعني ما هي مره ما هي اذن لازم يعني يعني بده هتتوصل وتوصلنا معلومة يعني بشوفكم لازم تتصدقوا حبيبي اوكي اخليها الورقة اشتركوا في القناة 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 بصراحة همشوف لي يعني صحتكم يعني ما في شي يعني بيخوف من ناحية الصحة فهمتوا عليه حبيبي يعني ما في شي بيخوف بس انكم يعني بتفكروا بتفكروا كتير من جواتكم ولكم يعني فرحانين مستعدة اللي بتبينوها بتعيشوها فهمتوا عليه كمان عندك تعلق 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 بشخص ما تعلق جسدي بدك تتواصل مع هذا الانسان بدك ممكن بدك تقدم له عرض بس انت باطئ او هو بدك ملك عرض القراءة ممكن تكون عكسي يعني بشوف بحشوف هذا الانسان حبيبي بطرح عم تشوف هذا الانسان ممكن يكون مع ابراج هوائي متل الجوزاء الميزان اه جوزاء الميزان مين كمان حبيبي من برج الهوائي جوزاء ميزان بتراحة يعني نطمن دماغي ما تذكرتو ثلاث برج الهوائي اتضلو اتضلو حبيبي اسفة يعني اتضلو نطمن دماغي ما تذكرتو اسفة حبيبي اوكي رح نكمل هلا ام يعني عم شوفك يعني عندك تعلق جسدي مع شخص اهوائي اوكي حبيبي يعني عم شوفكم نفسيتكم اللي تعبانون وكمان ممكن تكونوا يعني بتبكو بالليل يعني هاي الشي اللي طلعلي حاببت تخرجوا من هاي المرحلة يعني مرحلة الحزن وفي شي بديني محرز ان ان احنا نزعل عليه لو ولا دقيقة فهمتوا عليه حبيبي اه اوكي اوكي هلا رح نكمل ومشوف كمان شو رح يطلعين هنا رح يعني ابراج ناري اه طاقة ناري برج الميزان اه طاقة هواية برج السرطان اه برج الجدي اه كمان ميزان اه برج الميزان هاي الابراج وطاقة الترابية كمان حبيبي اوكي اه اه اح اخذ لكم كمان نصيحة اه كتير يعني بصراحة بحس كانه الطاقة بتكرر نفسها كتير بصراحة نصيحتكم يجب أن تخرجوا من هذا الزعب الذين يزعلكم اذهبوا وصارحوا عندما تصارحوا هذا الانسان لا تبقوا على الماضي لا تبقوا على الماضي لا تبقوا على هذا الشكل عندما تفعل هذه الأشياء سوف تخرجوا من هذه الطاقة الاكتئاب سوف تصل إلى الفرحة سوف تقول لكم الطاقة كون مصريحين لكي تخرجوا من هذه الطاقة الزعب حبيبي هلأ قرأتنا خلصت أحبكم كثير واللي جديد في القناة تشترك ويتغضع على الزر الإعجاب أحبكم حبيبي كثير أو أحبكم أو أحبكم 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 اشتركوا في القناة